الزميل محمد الشرقاوي في المصر اليوم وفي قناة الحدث وقتها لبرنامج نادي الزمالك نشوف كان شايفي الاهل ازاي وقتها نشوف التدعمات اللي الاهل جابها ما اعتقدش ان هي التدعمات بالشكل المطلوب مطلوب تتعمل تدعمات بس لمجرد ارضاء الجماهير وارضاء السوش رمضان صفحة مش صفقة كبيرة موجة نظرة رمضان صفحة يكلف النادي الاهل في كل مباراة مليون جنيه وفي الاخر برضو مش ياخده الدور النهاردة التعادل اسعد طبعا جماهير نادي الزمالك واحزن جماهير النادي الاهلي لان طبعا النادي الاهلي بينظر الى بطولة الدوري ان هو منافس اول للزمال يعني يساعد لزمالك لا ما يساعدش زمالك الاهلي في المنطقة الدافئة في جدوى المصابة انا شخصيا بنتهز المناسبة دي ويعني الحمد لله كده مش يسارع الهبوط يعني الاهلي في المنطقة الدافئة المنطقة الدافئة يعني يكسب مطش يعني هو هيفضل في الجزئية دي سيد عبد الحفيز مش شايف كده سيد عبد الحفيز قال في النهاية هنشوف مين اللي هياخد الدوري هو كapt đكمها من حق ان هو يدي تفاقل ويدي جرعة امل للعائبة بتاعته ولكن الواقع دلوقتي بيقول ان النادي الاهلي في المنطقة الدفعة في المركز السادس فاعتقد ان الاهلي مقبود في المنطقة دي والحمدلله وأمن نفسه عشان غالبا ان شاء الله ما يهبطش ان شاء الله بإذن الله انا عايز اقول له هو انت جادع انت ازاي كنت بتستحيل وجودك في النادي الاهلي ايه حجم المشاعر اللي عندك دي لا بس انت بش غلطاء ازاي رئيس النادي الاهلي كان يثق في ان حضرتك تكون اعلامي تمثل النادي الاهلي واحد المقربين له مش لوحدك بالاسف الشديد يعني ازاي انت كنت عايش جوه قناة النادي الاهلي وانت تضمر كل هذا الكره للنادي الاهلي وبتصخر قوي وعامل نفسك يعني مش هيهبط بإذن الله مش عارف ايه والاهلي وصفقات يناير شوف السم في العسل ده الشغل اللي كان بيكمله هو هنا ان شككة بقى في الإدارة بقى الصفقات اللي جابها دي دي صفقات سياسية مش صفقات فنية وسيد عبد الحفيز يقول اللي يقوله بس هو بإذن الله مش هيهبط يعني الحقيقة يمكن اذا كان فيه ميزا نفوز النادي الاهلي بالدور العام انه يسقط القناع عن كل هؤلاء ترجمة نانسي قنقر